كوبيدات الغزالة للفنة وادا عند التجاعد ستخلص من التجاعد المبكرة عندك 30 سنة عندك 25 سنة عندك 40 سنة 50 سنة 70 سنة حتى 80 سنة فاركي وردة وغزالة وفنة لن تخلعك التجاعد لك الحل بهذه المكونات جوج جيل المكونات قام مع الفيديو من الأول إلى الأخر وتخطيها لصاحبك وعمتك وخيرتك جارسك نفعي بها الناس لكي يسهل عليك لايك الفيديو لكي تخطي جميع أصحابتكم والله يا البنار ستستعملوا هذه الوصفة قسمين برب الكعبة حتى ستتحمل يا الوالدين لماذا؟ لأنها فعالة وتحيل كولاجين لا عليك الحبيبة غير تبعي الفيديو من الأول إلى الأخر هذه الفشرة ستكون ضرورة لكي تريد العناية بحلها بحل الوردة أنت بحالي بحالك أنت لا لديك فليسة لكي تخطي كل هار كريم في الفرماسي ألا لا بغير الوصفة طبيعية قضي لي على التجاعد وحيي البشرة لكي جديد البشرة دينا تريد مرطيبات لكي تحتوي على مضادات الأكسيدة لكي تخلصوا من جميع المشاكين يالله أجيت بعيني السلام عليكم أعزونا إن شاء الله أنكم تكونوا بخير على خير أعزونا بكم فيديو جديد دينا مع السلطانة بلوقات دينا بالإبتسامة والطاقة الإيجابية كيف دايرنا البنات تلبس عليكم سفحتكم جيدة نطلب الله إن شاء الله لكم تكونوا كامل بخير وعلى خير وما نقصكم خير يا ربي اليوم للا فيديو جديد لكن قبل أن أبدو هذا الفيديو أريدكم كامل ترطل تعليق وشقولوا اللهم صلي وسلم على رسول الله عليه أفضل والصلاة والسلام واللي كثمت على رسول الله خليلي واحد القليل في التعليق واللي أخذتكم يا أغلى وأحن متتبعات اليوم للا فيديو ممتاز اللي غادي تفخطجي لجميع أصحاباتك جميع البنات اللي بدهم تجاعد المبكرة فالفيديو جاليومة والوصفة جاليومة ستنفع بزف جاليومة انت يمع ليك ولايك الفيديو بفتجي مع جميع أصحاباتك شوفي رأى أي وحدة كيف مدي ما كنقول لكم في الفيديوهات ديالي أي وحدة صفتي لها الفيديو أو شي وصفة واستعملتها فارد بك يعطيك نور على نور ويعطيك علاقة نية ديالك الله ينوركم كامين واربي يزيدكم نور على نور والتوحدة بحسن من الأخرى كل وحدة كلا يزلك البيتك يستمره كلكم بحال بحال الله يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله خب بسبب البلد الوصفة جاليومة ستنفع بزف جال العيالات اللي جوهم بتجائد المبكرة وكذلك لعيالات حتى 50 سنة 60 سنة و70 سنة ستدري هذه الوصفة سترجعك يلا الله باللارة ستجبدي لي لابو ستجل 20 سنة من التجائد سنحيو الكولاجين سنحيو المعالي بسبب البشرة سنفعك كثيرا وصفات نصيف وصفة كل نهارا سأدري لكم وصفة من هذه الوصفة اللي سنقدم لكم ستكون في أمرك 50 سنة 60 سنة و70 سنة ستجد هذه الوصفة ستفكريني برحمة الوليدين جميع الوصفة لكم ملقى البلح ببدالي سنبدأوا بأول وصفة اللي لا تقشر ومهم ومؤكد هذا المقشر يقشر لنا البشرة ينقل لنا البشرة من العوم ينقل لنا المساء يزول لنا الجلد الميت يعطينا اشراقها للبشرة والمقونات اللي فيه فرائعين بالنسبة للتبيض يلا بقيم على الفيديو لكي نوجدوا البشرة الجنة الى هذه الوصفة اللي سوف ينقل معكم في هذا الفيديو لا تنسيش فاختاج صحيبتك وجارتك لا تنسيش فاختاج صحيبتك خلق البقز بنا وبرتاجي صحيبتك لجميع الصحابات والغزالات للتحكم القناة الجليل شكرا لتحرياتي للشعب المغربي والشعب الجزائري كامل وجميع الدول العربية اللي كي تابعوا القناة الجليل فانا ادي مكان فرح بكم وشكرا لكم من اعماق القلب الجلي كنقرأ تعليق بتعليق وكنحاول ما امكن انا نجوب كل الوحدة فيكم يالله هالبنات مارك الله لكم وما تنسوش انكم تزوروني عبر الانستغرام الجليل اللي بغاستواصل معايا فمحبوا يالله هالبنات نبدأوا بالوصفة اللي هي التقشير اول وصفة ولابد منها باش نجروها كاملين وهي المقشر اللي هو مهم مضروري للبشرة قبل ما نطبقوا اي وصفة بالنسبة المقوي الاول فغا نحتاجو حامضة واحدة حيش غادي نحتاجو غير القشور ديال السيتران كتتغسل مزيان باش كتتخلصي من البكتيريا والاطريبة اللي كيكون فيها وغا تاخدي اي حكاكة عندك في المطبخ ديالك اهم حاجة انها تكون رقيقة كناخدو هاد الحامضة كناخدو غير القشور ديالها لان القشور ديالها مهم من بزاف البشرة واللي غادي نعطيكم جميع الفوائد لكل مكون في هاد الوصفة هادي من بعد ما اخدينا القشور ديال الحامض غادي نضيفه معيلقة من القهوة المطحونة القهوة العربية غير القهوة السريعة الدوابن الا هنا احتاجنا معيلقة من القهوة المطحونة العربية وغا نضيفه معيلقة من السكر سينيدة السكر اهم حاجة انه يكون من نوع رقيق بتكونش غليدة السينيدة تكون رقيقة بزاف سكر سينيدة وغادي نحتاجو معيلقة من زيت الزيتون او لا من زيت نور الشمس اللي عندك ولكن الى كانت زيت الزيتون فهي مهمة لانها تحتوي على فيتامين ا سنخلط هاد المكونات بهد الشكل هادا ومن بعد سنوريكم طريقة باش نديره القوماج للبشرة ديالنا بلطف من بعد ما خلط القوماج سنحاول ده بقى ان ندير به قوماج على شكل دائري للبشرة ديالي بالنسبة للفوائد ديال الحامض للبشرة يساهم بشكل كبير على شد الجلد ويمنع علامة الشيخوخة المبكرة يعالج كذلك حب الشباب والنذوب لانه يحتوي على حامض اسكوربيك اسيد وهو حامض يمتلك خصائص مضادة للجاراتيم اللي كتنقل كذلك يقتل البكتيريا المسؤولة عن حب الشباب خلصنا من تراهولات ويزولنا خلايا الجلد الميتة لانه يحتوي على فيتامينات اللي كتعزز صحة الجلد ومن اهم الفوائد ديال ليمون او للحامض فهو منظف ومعقم طبيعي كي يطهر البشرة من اقتال الغبار والجاراتيم اللي كتتعرض لها البشرة يوميا واللي عندها الحساسية من القشور ديال الحامض او للحامض بصفة عامة فممكن انك تدري بلاستو قشور ديال البرتوقال بالنسبة الفوائد ديال القهوان للبشرة كتمنع العديد من اترابات الجلدية كتقلل من تجاعيد وتصبغات كتخلصك من الشيخوخة المبكرة في البشرة لانها كتحتوي على مضادات الاكسيدة فالماسك ديال القهوة او المقشر ديال القهوة كيحفز من نشاط الدورة الدموية وكيحفز الكولاجين لانه مصدر طبيعي للأكسيدة كيحميل وجه ديالك من اضرار الشمس وكتعطيك طرطيب ولمعان للبشرة بالنسبة لزيت الزيتون للبشرة فهي محفز انتاج الكولاجين في البشرة كذلك كتحمي وكتقلل من ظهور تجاعيد وعلامات تقدم في السن كذلك كيحتوي اعلاء مجموعة من الفيتامينات المهمة للبشرة نصيحة واحدة لأي واحدة تستخدم زيت الزيتون فيستحسن انك تستخدميه بالليل وفي الصباح بكري ونوضي وشللي وجهك مزيان بالماء والصابون وبنسبة لفوائد السكر فهو يفتح لنا المسامات المغلقة بالنسبة للسكر فهو يتعتبر مقشر طبيعي ممتاز للبشرة يساهم في ازالة الخلايا الميتة ينشط ايلة جديد البشرة يمنع بمفعول مؤخر لمظاهر الشيخوخة وكذلك هو مثالي للحفاظ على نعومة الجلد ونحاول لكي نشرح لكم كل حاجة والفوائد من بعد مدر تلقو مع جمعكم ونغسلت الوجهه لانتو ما تشوفون نتيجة فكي يعطيك واحد لمعة لوجه ديالك واحد الاشراقة من اول استعمال بالنسبة لهذا المقشر ممكن تديره ثلاثة مرات في الأسبوع من بعد مدرنا التقشير فنتيجة كيف مشتوق فارك الله كيعطي واحد الاشراقة واحد لمعة من اول استعمال بالنسبة لهذا المقشر ممكن تديره جوش مرات في الأسبوع فهو مهم بالزاف للبشرة كينقليك البشرة ويزولك جميع تصبغات اللي كتكون عندك في الوجه ديالك وحتى العنق وبالنسبة لهذا المقشر ممكن تديره إديدات ممكن تديره حتى الرجلات وبالنسبة للمناطق الحساسة فحتى هو ممكن تديره باستعمال مرسم الحامل وبالنسبة للمناطق الحساسة بطريقة دائرية أو كنت تتحدث بطريقة دائرية غزالة فنة واعرة إذا لم تستعملتها و لم تجربتها فارك ضيعتين من نصف من عمرك عمرك سنين تنتي بقى صغيرة وفنة و تكون في عمرك سبعين عام أي هباقة وردة وبقى غزالة تبعلك للا هذه الوصفة هذه و ستفكريني يالله هالبلاد اجي نوريكم هاد الوصفات حال غزالة وفنة ماسك ملكي بجزة المكونات تخلصي من التجاعد و وداعا للشيخوخة غا نحتاجوا الكأس من الأرز العادي غادي تغسل و غادي تدريه في كاسرونة و غا تخوى عليه المغليان خليه طيطب مزيان من بعد ما غادي يطلق لنا هاد المديالو او هاد الجيلاتين ديالو شتوه على هاد الشكل هاد غادي ناخدوا واحد زليفة صغيرة و غادي نحاولوا ما امكان اننا ناخدوا غير الماء ديال الارز من بعد ما طبخناه و يكون سخون ضروري انه يكون على درجة الحرارة ديالو حيث هكا باش غادي يعطينا واحد نتيجة من بعد ما غادي نستخدمه على البشرة ديالنا ما غاديش نديرو في البشرة ديالنا هو سخون ما تخافوش غير المكوين الثاني اللي غادي نديرو ضروري مخصد المكونات انهم يكونوا على درجة الحرارة هانتو ما يا للا زريعة الكتان غادي ناخدو اربعة جل معلقة زريعة الكتان تحنيهم في المونينكس من بعد ما نقضيهم غادي نضيفوهم على المادية للروز اللي ديجا طبخناه تقريبا غادي تديري معلقة كبيرة من زريعة الكتان او بودور الكتان ضروري خصوهم يتطحنو مزيان حتى يوليو بودر و غادي نخلطو هاد المكونات جيدا على هاد الشكل هادا راهو ملبنات كي يعطيوا واحد نتيجة را خيالية راه غادي نسيك في جميع الوصفات اللي جربتيها بالنسبة لهاد الوصفة ممكن تستخدموها كل نهار كل نهار ديري هاي للا وتمتع ليا بالبشرة صافية مجبدة غادي تحيل كولاجين خطيرة للبشرة اللي بنتره مستحيل تستغني عليها هانتو ما القوام جوج مكونات فقط لا غير من بعد ما غادي تبرد غادي تطبقيها ليا للا على البشرة ديالك استمتعي بها صافتيها لعمتك باختاجها لأي وحدة خالتك جارتك خوتك اللي عندها التجاعد المبكرة من ثلاثينات راه البنات عندهم تجاعد وهو مفسين لعشرينات فاعتقيها للا بهاد الوصفة هذي قسم برب الكعبة حتى غادي تعطيك وحدة نتيجة خيال يا عمرك ما غا تستغني عليها ودي ما غا ترحمي لي الوالدين وانا ده بغا تنعطيكم كل حاجة والفوائد ديالها وبالنسبة للفوائد ديال الأرز فهو كينتج الكولاجين مرتب ومهدئ كيغدي البشرة كيحملنا البشرة من أدرى الأشيعة فوق البنفسجية كيخلصنا من الخطوط الدقيقة والتجاعد كذلك كيخلصنا من تصبغات وكيحيد وكيذول الجلد الميت وكيزيد في إنتاج السيراميد والأي وحدة كتعاني من المسامات فهذا المسك هاد يدل الأرز فخاطير بالنسبة لي كتعاني من المسامات الوسيعة وكذلك كيوحد للنون البشرة كيدير تبييض تقشير مرطب مغدي رغزالة الليبنة غير جربوه وردو علي الخبار كذلك فهو بوتوكس طبيعي للبشرة كيخلصك من جميع التجاعد اللي عندك في الوجه ديالك خطوص الدقيقة اللي عندك حدا العينين في الجبهة ديالك من بعد فشكة طبقه هاد خديد كلمة ديال الروز وغادي تبتي به هاد المسك هاد على الوجه ديالك الليبنة بغيتكم تجربوه ما بغيتكم ش تفرجوه في جاغي هكاد بغيتكم تنوضو وتحمسو تنتمو وتديرو هاد المسك هاد وبنسبة الفوائد البدور الكتان بالنسبة للبشرة فهي مفيدة بزاف لانه يحتوي على الدهون المفيدة كذلك في فيتامين بي وليه يدور كبير في تقليل من جفاف البشرة ودهور التجاعد وتخفيف كذلك من اعراض الحب الشباب والكزيمة وحروق الشمس كذلك يقلل من تهيج الجلد من حميراره كذلك لانه يحتوي على المضادات الالتهابات وبالنسبة للبدور الكتان فهي تعزز الكولاجين الطبيعي لكي يساعد البشرة في محاربة التجاعد والخطوص الدقيقة لم تجربتها ولم تجربتها فرق ضيعتين نصف من عمرك إذا لم أعطيتك النتيجة سألغي الاشتراك عندما تطبقت الوصفة سوف نجعلها لكي تستمتع من هذه المكونات الوقاية خلال من العلاج الإنسان يتهلف البشرة لا تجربت البشرة لكي تنضي إلا أي حجرة منفعة بالنسبة للوجه والبشرة تصحورها الروز قامل لديكم زرية الكتان موجودة نقيها وطحنيها وهنتي وجهت الوصفة سوف نستمتع بعض الوصفة تجربت تقريبا 1 نصف ساعة حتى 45 دقيقة لكي تستمتع لكي تستمتع لكي تخلص من جميع المشاكل البشرة من الأول استعمال سوف تبليكم النتيجة سلام بالنسبة للبودور بديل رائع للبوطوكس بوطوكس طبيعي أشكت سني شوفوا ما شاء الله البشرة سوف أخبركم لبناء لا لا نتخلص نتخلص البشرة تجربوا نتخلص نتخلص الوصفات لا دائما يتخلص لبناء تشتيل البشرة بالخصوص المرأة هي تدخل ثلاثينات فمستحيل انك تستغني على هذه الوصفات الطبيعية فهي تحمي لك البشرة تغذي لك البشرة تعطيك ترطيب تخلصك من الجيل الميت اللي يكرفص ويكشف البشرة فهكا نكونو تغلينا فروسنا و تغلينا في البشرة ديالنا علث الله بس ديما غتي تبقي وريضة و ديما غزالة وفنة يوي الحباب تبا غادي نطلقوا باش نوريكم احسن ماسك ديالشي بطريقة اخرى اللي غادي تعطيك واحد نتيجة رائعة بججة المكونات الشي الاخضر وكذلك الحمص مطحون ايه ها ججة المكونات كي يصنع المعجيزة تبييد يحياء الكولاجين بشرة صافية خليم العيوب تبييد ترطيب بالخصوص العريسة هذا المسك هذا استعمليه وتبعيه وارضع لي الخبار بالنسبة المكونات اللي غادي نحتاجه في هذا المسك هذا فهو الشاي الاخضر ايتي اللي كان عمره بي ايتي بالخصوص يكون شهراء غادي تاخديه وطحنيه في الكاس ديال الموني نيكس دير كحتينه ولي بودر غادي تحتاجه تقريبا واحد معلقة كبيرة من الشاي الاخضر ولي كون مطحون بالنسبة للحمص فممكن انك تاخديه وطحنيه عن الطحان اللي كيكون على براه حيث هما كتكون عندهم ديك الطحانة كتطحنهم زيان حتي ولي بحل البودر هانتوما اتاي والحمص ومعلقة من الحليب المجفف اللي هو نيدو ممكن انكم تديروا الحليب المجفف ديال ما عندكش غادي تعوضيه بالحليب العادي من بعد مدرة الحليب المجفف ضفط لي واحد معلقة صغيرة من الحليب العادي كامل الدسم لانه كيبيض البشرة كيصفلين البشرة ومعلقة من الياغورت تطبيعي بالنسبة لهذا الماسك كتخلطيه مزيان حتي غادي تحصله الى واحد القوام يكون متماسك ما يكونش جاري انا الماسكات اللي كندير معهكم ما كيكونش جاريين هكا باش كتستفد البشرة منهم اه كنخلطوه مزيان من بعد غادي نديرو في تلاجة ضروري يدخل التلاجة تقريبا واحد عشرة ديال دقيق حتى الخمسة عشر دقيقة خصو يتطبق على الوجه هو بارد وهو بارد كيعطيك واحد النتيجة يا سلام واعر البناج وممكن تحطيه في تلاجة و تديريه نار ايه نار الله حتى تخلصي من الكيمياء اللي عندك لما كيخسر مواله هذا هو القوام اللي يخصنا نحصله اليه وبالنسبة الفوائد جال الحمس فهو كيرطب و كيغدي البشرة و كيساهم في تقشير خالية البشرة الميتة و كيفتح لنا البشرة و مكافحة البوثور لانه كيحتوي على الماغنيز اللي كيحافظ على صحة البشرة لان الحمس را كيتخل بزاف صناعة الكتير من الكريمات اللي كيستخدمه في تقليل في ظهور التجاعد كيساعد استيخاء عضلات الوجه المشدودة و كيساعد الحمس في تقليل حب الشباب بشكل طبيعي لانه كيحتوي على الظن و اللي كيحيد حب الشباب بصيفة نهائية و كيبيض البشرة و كييوحد اللون ديالها و كذلك لأي وحدة كتعاني من الكلف فماسك ديال الحمس فكافي انك تخلصي من بزاف من التصبغات اللي عندك في البشرة و بس تحافظ على الترتيب ديال البشرة التي توقيها من الجفاف والخشونة فماسك الشي الأخضر يزود البشرة بالعديد من الفيتامينات اللي كيغديها و كيحفظ الكولاجين و كيعطيك واحد الاشراقة للبشرة و بالنسبة للشي الأخضر فهو مهم و أساسي بالنسبة للبشرة طبيض رائع ترتيب رائع لمعه عمرك ما غتخطاك اللي شافك يقول لك شنو كتديري للوجهة اعطيني السر فهذا المسك هذا فما غديش تسغنوا عليه ابتداءا من اليوم شوفوا النتيجة من أول استعمال شوفوا الفرق ما بين الأول و دابا ما شاء الله واحد الاشراقة واحد طبيض واحد اللمعان مستحيل تلقي في قناة خورا انها تعطيك شي وصفة ما هي تجربي هاد الوصفات كل نهارا للا تبقي لي الوصفة و شوفي النتيجة كيفاش غدي تحصل على واحد البشرة رائعة لبناس كنخليت قريبا واحد لخمستاشر دقيقة في الوجهة ديالي و غدي نزولو بهذا الشكل هذا او لا على طريقة قماج للوجه انا كنحيدو غيب معي القاك كيف ما كتشوفو و غدي نمسح لوجه ديالي و من بعد غدي نغسلو و غدي تشوفو النتيجة ما شاء الله نوضي الحبيبة ديالي و حيدي عليا العقز و تنتيه تمتعي لي بالبشرة اللي تكون لهم يعصف جاي يا للا والعرسة جايين و الصفار جاي غدي تلقي بالعائلة والاحباب كل شي غدي يسوي لك اقول لك للا شنو السير ديالي و بشرة ديالك مع البشرة الصفية تبعي الوصفات ديال السلطانة ايها للا هانتو ما ما شاء الله من بعد ما غسلت الوجه ديالي بالماء يكون بارد ديما غسلو وجهكم بالماء بارد رح يشد البشرة كتحافظي للا ما عند البشرة كتسدي به المسام يخلي الوجه ديالك ديما مجبض ما فيش تجاعد الوقاية خير من العلاج يلا بصحة و راحة ما تنسوني شمل اللي لايك ديالكم و من الباختاج ديالكم جميع حبابتكم دابا غدي نشارك معكم واحد المسك اش غنقول لك هذا يوميا نخصيكم فتليلي جا ديالك هاد المسك هاد كنديرو من اللي كنت بنتها البنات عمرني ما استغنيت عليه عزيز عليا وهذا المعزة اللي اعزيز عليا و يعطيني واحد النتيجة بالخصص ده بس صيف فهذا ديرو فتليلي جا ديالكم وبقوا تبقوا بطبيضة رائع كي يحميك من اشيعة الشمس كيرطبلك البشرة كي يخلصك من الحبوب اللي كيلف تصبو غات نمش يقلل منو واعر كتاخده للا الزنجلان كتنقيه سمسم بودور السمسم الزنجلان البيض غدي تنقيها للا مزيان مزيان نقيها من جميع الاطريبة اللي كتكون فيه يكون مغسول مزيان نشفيه و طحنيه طحنيه لما تحمره موالو هاكك غدي تاخديه و غد طحنيه مزيان 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 فلموني نيكس حتى يقولي على هاد الشكل هادا غدي يحتاجه ملعقة كبيرة من الحليب المجفف حليب نيدو اي حليب مجفف عندك في جميع الدول العربية اي حليب مجفف ممكن انك يتعوضيه في بلاست نيدو هانتوما لبنتجج مكونات رائعين مستحيل انك تستغني علي غدي ناخدو دانون طبيعي اغور طبيعي معلقة كبيرة من دانون طبيعي غدي نخلط المكونات جيدا حتى نحصل عليك كريمة والماسكات ما يكونوش جارين دي ما يكونوا عاقدين باش هاكم لتستفد منهم البشرة بالنسبة الفوائد دي السمسم او بودور السمسم فهو كي يحملنا البشرة من تقدم العمر وكي يوقن لنا البشرة الجنة من علامة الشيخوخة تجاعد والخطوص الدقيقة وكي يحمل لنا البشرة من اشعة الشمس كي يعالج لنا الاسمرار وحروق الشمس كيرطب البشرة وكي يخلصك من الجلد الميت وبالنسبة البدور السمسم فهو غني بنصنق اللي يلعب دور كبير في عمليات تكوين الكولاجين في البشرة وكذلك يزيد قوة استرابط العدالي في الجلد يحتوي كذلك على مضادات الاكسيدان المعروفة بسيسامول وكذلك من ظهور التجاعيد والمسم الصغيرة في الجلد يمكن لكم انكم تستخدموه هذا المسك هذا بشكل يومي يرطب البشرة يحميها من اشعة الشمس يخلصك من ظهور حب شباب كذلك يخلصك من اثار الحبوب الكلف تصبوغات يحيل كولاجين في البشرة فره رائع البشرة ومعمركم لا تستغنوه لي كنديرو على الوجهة ديالي تقريبا واحد نصف ساعة كنخليه بشكل كيف تستمتع فيه البشرة ديالي وكنستافد منه غدي نوريكم جميع الفوائد اللي فيه في هذا المسك هذا راه رائع البلج ومعمركم تستغنو عليه بالنسبة للفوائد ديال الحليب المجفف بالنسبة للبشرة فهو مرتب طبيعي لانه يحتوي على الأوميغا 3 وفيتامين A فهذا العناصر كيساعده في تفتيح الوجه والتبيض البشرة ويعادة الإشراق والنظارة في الوجه كيعقم البشرة كيعالج حب الشباب كيرطب لنا البشرة ويعزز الكولاجين لانه كيحتوي على كمية كبيرة من حيمض اللاكتيك اللي كيبيض البشرة ويعطيها واحد تقشير وكيخلطها من الجلد الميت وكيحميها من أضرار والتعرض لأشعة الشمس فهو مفيد جدا للبشرة وبصحة وراحة سوف نرى كيف ماشته وعادة سوف نزوله معكم باركة نصف ساعة كافية لكن تحصلوا على النتيجة نتيجة من أول استعمال لا ما أعطكش النتيجة رجعي عندي يا للا وتواصل معي في الانستغرام ما أعطكش النتيجة ما أعطكش طبيض ما أعطكش طرطيب ما أعطكش نتيجة مرضية فارجعي عندي فبصحتكم وراحتكم فارجعي يعطي واحد نتيجة رائعة فأنا كنشكركم بدوري بزاف اللبنات توصلوا معي في الانستغرام كيشكروني على جميع الوصفات اللي اعطيتهم لكل وحدة سواء المغربيات سواء الجزائريات سواء البنات اللي كلهم في الدول العربية اللي توصلوا معي عبر الانستغرام وكذلك في التعليق فأريكم نقول لكم بصحتكم وراحتكم وديما كتجوك تقولوا يا فسلطان الله يرحمك الوالدين هذا هو الشعر الواحد اللي عنده شي بصفة زوينة وعطته نتيجة رغم في هاتي شي مشكيل أن تبخطجها من صحباتك في الواتساب فيسبوك في الانستغرام لا يوجد حتى مشكيل بالعكس الحاجة اللي نبغيها الراسي نبغيها الاختي نبغيها صاحبتي فهكرة كلنا ثواثية بالعكس الجمال دي المرأة في الوجه ديالها في شعر ديالها في رجيلاتها في الدين ديالها طبعا في الاحترام ديالها ما ننسوش المهم من بعد ما غصلنا لوجه ديالنا ضروري من زيت السمسم كنا نصحكم بها البنات زيت السمسم للبشرة فهو رائع مرطب مغدي مبيض للبشرة استخدموها انا راه مستحيل انا نستغنائلي كيسا لياك ناخدوه من عند نجمة ارغان والله مكين محسن من الوصفات الطبيعية اللي وجه ارضو بالكم من بزاف ديال المرطبات وبزاف ديال الكريمات اللي كتباع فره ماشي اي حاجة زوينة للبشرة فالحاجة الطبيعية وديا صدر بمكين محسن منها ومصحة ورحة فانا كان اعطيكم الوصفات من القلبة لبنات فراكم عزازة عليا وشكرا لكم من القلب واي وحدة اللي تحقت بالقناة ديالي فمرحبا بك للعدي في هاد القناة هانتم البنات كندير واحد المصاج خفيف على البشرة ديالي وراكم عارفين المصاج مهم مضروري للبشرة وهاد الحركة هادو كل حركة بالنسبة البنات اللي عندهم التجاعد المبكرة كل حركة ديرها عشرة ديال المرات حاولوا ما امكن انكم تخدموا العضلات ديال الوجه فهي راه مهمة للبشرة وبتحاول راحة هكاكا الفيديو ديال اليوم ماكرهتكمش انكم كاملين تنوضوا الدابة وحتى انتم ما ديروا وحدة وصفة من الوصفات اللي قدمتهم لكم اليوم بالخصوص البنات اللي عندهم تجاعد فراه مهمة بزافة بصحتكم وراحتكم انتم ما مصاج رائع يغتل البشرة والله الى بشرة ديالي ما شاء الله كان فرح مليك اندير شي حاجة وكتعطيني ذاك ترطيب وكان نقلة بود يالي من اللي عمق في الصراحة كان فرح بزاف وهكا حتى انتم من بعد ما غدي تجربوهم غدي تفرحوا بزاف واكيد غدي ترجعوا عندي وغترحموا لي الوالدين شعارونا والوصفت ديال السلطانة لاي حبيبة وعزيزة على القلب بحتاج لي هاد الفيديو هادا كوبيدات الغزالات اللي فنات هكا كل الفيديو ديال اليوم كانت فينا انه هنا الاهجاب ديالكم فبحتاجي جميع صحاباتك وحباباتك باش هكا كلهم يسافدوا معانا معاية الوصفات الغزالة الرائعة لإحياء الكولوجين وإحياء البشرة من جديد ونحييو البشرة نسقيوها ونغذيوها تباك الله لكم غدي نخليكم حتى الفيديو جي ان شاء الله مع وصفات جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة